بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا حياكم الله أهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثاني الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن صلاة العيدين وقبل أن نبدأ في درسنا تعودنا أن نستذكر وإياكم أهم العناصر التي مرت معنا في الدرس الماضي وسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن الحكمة من مشروعية العيد وذكرنا جملة من حكم مشروعية العيد فقلنا أن من تلك الحكم أولا شكر الله تعالى على إتمام عبادتي الصوم والحج أيضا من تلك الحكم إظهار الفرح والسرور أيضا من تلك الحكم الإكثار من ذكر الله تعالى وذلك بكثرة التكبير وتحدثنا أيضا عن إظهار الفرح والسرور يوم العيد وقلنا أنه يجوز للإنسان أن يلعب اللعب المباح وأن يلهو أن له البريء مما أباحه الله سبحانه وتعالى في يوم العيد بدليل حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد الآن ننتقل إخواني وأخواتي إلى درسنا الجديد والذي سيتحدث عن صلاة العيدين نحن نعرفنا أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين عيدي الفطر وكذلك الأضحى الذين هما يوم عبادة وشكر لله عز وجل وسرور وفرح الآن نريد أن نذكر بعض الأعمال المشروعة في صباح يوم العيد فنجتهد الآن سويا ونذكر ثلاثا من الأعمال المشروعة التي نفعلها في صباح العيد فنقول أن من تلك الأعمال المشروعة أولا نعم أحسنتم الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب فهذه من الأعمال المشروعة في يوم العيد أيضا من تلك الأعمال المشروعة أن نقول نعم أكل سبع حبات من التمر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط أن تكون سبعا إنما تكون وطرا هذا هو السنة والأفضل كواحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع فاقتداءا برسولنا عليه الصلاة والسلام وخاصة في عيد الفطر في عيد الفطر أيضا من تلك الأعمال التي نفعلها الخروج للصلاة مبكرا وكثرت التكبير إلى أن يدخل الإمام للصلاة الآن نأتي إلى حكم صلاة العيد حكم صلاة العيد وذلك على قسمين الأول حكمه للرجال حكمه للرجال فنقول أن حكم صلاة العيد بالنسبة للرجال هي فرض أحسنتم فرض كفاية فرض كفاية وما معنى فرض الكفاية معناها أنه إذا أداها من يكفي سقط الإثم عن الباقي بمعنى أنه لو كانت هناك صلاة عيد ولم يحضر أحد فهنا يأثمون جميعا ولكن إذا قام أو قامت منهم مجموعة وذهبوا وصلوا العيد فهنا أجزأ ذلك وسقط الإثم عن الباقين لأن هذا هو ما يسمى بفرض الكفاية كما في حكم الأذان وحكم الإقامة فإذا قام به شخص سقط الإثم عن الباقين ولو تركوه كلهم لأثموا فهذا هو معنى فرض الكفاية وهذا هو حكم صلاة العيد بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فما هو الحكم في حقهن فنقول أن حكم صلاة العيد بالنسبة للنساء سنة إذن يسن للمرأة حضور صلاة العيد ولكن هل هو على إطلاقه نقول لا وإنما ذلك بشروط الشرط الأول أن تكون غير متطيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تتطيب وتخرج إلى الرجال الثاني أن لا تظهر ثياب زينة والثالث أن تصلي في المصلى الخاص بالنساء أن تصلي في المصلى الخاص بالنساء إذن هنا عرفنا الآن حكم صلاة العيد بالنسبة للرجال وأنه فرض كفاية في حقهم إذا قام به مجموعة أو جماعة سقط الإثم عن الباقين وأما بالنسبة للنساء فإنه سنة في حقهن حضور وشهود صلاة العيد ولكن بهذه الشروط الثلاثة أن لا تخرج متطيبة وأن لا تظهر ثياب زينة وأن تصلي في المصلى الخاص بالنساء ننتقل الآن إلى وقت صلاة العيد متى يبدأ وقت صلاة العيد فنقول يبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح وهذا الارتفاع يكون بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا وينتهي وقت صلاة العيد قبيل زوال الشمس إذن إذا طلعت الشمس فننتظر ربع ساعة تقريبا فمن هنا يبدأ وقت صلاة العيد ويكون وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل زوال الشمس ووقت زوال الشمس هو قبل صلاة الظهر بعشر دقائق تقريبا حينما تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول هذه المدة تقدر تقريبا بعشر دقائق إذن من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى قبيل الزوال هذا كله وقت لصلاة العيد وقت لصلاة العيد ننتقل الآن إلى صفة صلاة العيد ونقول أن صلاة العيد ركعتان ركعتان ولكن بلا أذان ولا إقامة يجهر فيهم الإمام بالقراءة إذن هذه باختصار أنها ركعتان ليس فيها أذان ولا إقامة ويجهر فيها الإمام بالقراءة وصفتها تفصيلا كالتالي أولا يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر بعد ذلك ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه مع كل تكبيرة ثم بعد أن ينتهي يقرأ الاستعاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي باسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم بعد أن ينتهي من الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم ولكن يستحب للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بصورة الأعلى وفي الثانية بصورة الغاشية أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بصورة قاف وفي الثانية بصورة القمر إذن إذا قرأ بالأعلى قرأ في الثانية بالغاشية وإن قرأ بقاف قرأ في الثانية بالقمر وهذه قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لو قرأ بغيرهما صحت صلاته وفعله صحيح ثم بعد ذلك يكمل الركعة الأولى كغيرها من الصلوات ثم يقوم للركعة الثانية مكبرا أي تكبيرة الانتقال ثم يكبر بعدها خمس تكبيرات ويرفع يديه مع كل تكبيرة ثم يكمل بقية الصلاة كغيرها من الصلوات إذن هذه باختصار صفة صلاة العيد الآن نأتي إلى خطبة العيد وفي خطبة العيد إذا سلم الإمام من الصلاة قام فخطب خطبتين يجلس بينهما كما في صلاة الجمعة ويأمر المصلين بتقوى الله تعالى ويحثهم على طاعته وفي خطبة عيد الأضحى ينبغي للخطيب أن يرغب الناس في ذبح الأضحية ويبين لهم أحكامها الآن ننتقل إخواني وأخواتي إلى التقويم ونتشارك سويا في حله السؤال الأول يقول أضع علامة الصح أو الخطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إن وجد يسن للنساء حضور صلاة العيد يسن للنساء حضور صلاة العيد فنقول نعم هذه العبارة صحيحة ثانيا يبدأ الإمام بالخطبة قبل صلاة العيد فنقول هذه العبارة نعم عبارة خاطئة والصحيح أن الإمام يبدأ بالصلاة قبل الخطبة نأتي للسؤال الثاني أحدد وقت صلاة العيد فوقت صلاة العيد يكون أحسنت من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أي بربع ساعة تقريبا إلى قبيل زوال الشمس هذا هو وقت صلاة العيد إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله نلتقيكم في دروس قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته